بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مأوانا ومأواكم يا رب العالمين أسعدكم الله وأثلج صدوركم بتحقيق ما تتمنوا يا رب العالمين مرحبا بكم في قناتي قصص ومنوعات لطيفة فضلا وليس أمرا لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس وكذلك ترك أثر طيب في التعليقات جزاكم الله عن خير الجزاء يا رب العالمين إذن اليوم سنتكلم عن فضل يوم عاشوراء وأهم الأحداث التي وقعت في هذا اليوم بسم الله نبدأ يحس المسلمون بريبات العقيدة مهما كانت فواصل الزمن وكما تجاوز المؤمنون من قوم موسى عليه السلام المحنى كذلك ينبغي أن يتجاوزها المسلمون في كل عصر وملة وكما صام موسى يوم عاشوراء من شهر الله المحرم شكرا لله على النصر للمؤمنين صامه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ولا يزال المسلمون يتواصون بسنة محمد صلى الله عليه وسلم بصيام هذا اليوم ويرجون بره وفضله فأقدروا هذا اليوم قدره وسارعوا فيه إلى الطاعة واطلبوا المغفرة وخالفوا اليهود وصوموا يوما قبله أو يوما بعده فذلك أكمل مراتب الصيام كما قال ابن القيم رحمه الله فشهر الله المحرم أفضله اليوم العاشر منه ولهذا اليوم تاريخ سابق له شأن عظيم فهو يوم من أيام الله المشهودة هذا اليوم يرتبط بدعوة موسى بن عمران كليم الرحمن ذلك أن الله تعالى قص علينا نبأ هذا النبي الكريم منذ ولادته إلى أن بعثه الله داعيا لفرعون يدعوه إلى الله وإلى عبادته موسى بن عمران كليم الرحمن أحد أولي العزم من الرسل الذين قال الله فيهم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل في صورة الأحقاف الآية 35 ربنا جل وعلا قص علينا في القرآن نبأ هذا النبي الكريم في معظم آيات القرآن وما كانت تلك القصة عبثا ولا مجرد تاريخ يحكى ولكنها العبر والعظات لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قص الله علينا نبأ هذا النبي الكريم من حين ولد ذلك أنه عليه السلام ولد في عام كان فرعون يقتل فيه الذكور من بني إسرائيل ويستبق فيه على الإناث ولكن الله جل وعلا حفظ هذا النبي من كيدهم ووقاه شرهم وطربى في بيت آل فرعون لما لله في ذلك من الحكمة البالغة لما أنجى الله موسى وأغرق فرعون صام موسى عليه السلام يوم العاشر من محرم شكرا لله على نعمته وفضله عليه بإنجائه وقومه وإغراق فرعون وقومه صامه موسى عليه السلام وتلقته الجاهلية من أهل الكتاب فكانت قريش تصومه في جاهليتها وكان النبي يصومه معهم قالت عائشة رضي الله عنها كان يوم عاشراء تصومه قريش في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه متفق عليه قدم الرسول المدينة مهاجرا واليهود إذاك بها فوجدهم يصومون اليوم العاشر فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما سبب الصيام قالوا يوم أنج الله فيه موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصوم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم أجل إن محمدا وأمته أولى بموسى وأولى بكل الأنبياء لأنهم آمنوا بالأنبياء وصدقوا رسالاتهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله البقر الآية 285 إن أولى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين العمران الآية 68 وصامه محمدا شكرا لله على ما منحه موسى عليه السلام وصامه وأمر الناس بصيامه وأرسلا إلى قرى الأنصار من أصبح صائما فليتم صومه ومن أكل فليتم بقية يومه فلما افترض رمضان أخبرهم أن من شاء صام ومن شاء لم يصم لكنه رغبنا في صيامه يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما رأيت رسول الله يصوم يوما يتحرى فضله على الأيام من هذا اليوم يعني يوم عاشورا وهذا الشهر يعني شهر رمضان وقال أبو قتاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشورا احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة والله ذو الفضل العظيم صام النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين صام عاشورا وفي العام الأخير قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصومه وقال لنا صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع وقال بعض العلماء ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر ألا يتشبه باليهود في إفراد العاشر وعلى هذا فصيام عاشراء على ثلاث مراتب صوم التاسع والعاشر والحادي عشر صوم التاسع والعاشر أو صوم العاشر والحادي عشر وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر وصوم عاشراء وإن لم يعد واجبا فهو مما ينبغي الحرص عليه غاية الحرص وذلك لما يأتي من الفضائل صيامه يكفر الصنى الماضية ففي صحيح مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشراء فقال أحتسب على الله أن يكفر الصنى التي قبله تحر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اليوم روى ابن عباس قال ما رأيت النبي يتحرى صوم يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشراء رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشراء رواه الطباراني في الكبير بسند رجال تقات وقوع كذلك وقوع هذا اليوم في شهر الله المحرم الذي يسن صيامه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم كان الصحابة رضي الله عنهم يصوم يصومون فيه سبيانهم تعويدا لهم على الفضل فعن الربيع بنت معود قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غدات عاشراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفترا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم سبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار رواه البخاري كان بعض السلف يصومون يوم عاشراء في السفر ومنهم ابن عباس وأبو إسحاق السبيعي والزهري وكان الزهري يقول رمضان له عدة من أيام أخر وعاشراء يفوت ونص أحمد على أنه يصام عاشراء في السفر أما الحكمة من صيام التاسع مع العاشر فهي كما قال النووي رحمه الله ذكر العلماء من أصحابنا وغيرهم في حكمة استحباب صوم تاسعاء أوجها أحدها أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر وهو مروي عن ابن عباس الثاني أن المراد به وصل يوم عاشراء بصوم كما نهى أن يصام يوم الجمعة وحده الثالث الإحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر وأقوى هذه الأوجه هو مخالفة أهل الكتاب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة مثل قوله في عاشراء لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع فيا أيها الإخوة والأخوات هلموا إلى عبادة الله في هذا الشهر الكريم كما يحب ويرضى ووفق سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم واحتسبوا وارغبوا في صيام عاشراء رجاء أن تشملكم رحمة الله ومغفرته وجددوا لله تعالى التوبة في كل حين فاللهم تب علينا واعف عنا وتجاوز عن خطيئاتنا اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله على نيته وسره أوله وآخره ما علمنا منه وما لم نعلم ونسأل الله تعالى أن يهدينا سبل السلام وأن يرزقنا العمل بما يرضيه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا أما عن أهم الأحداث التي وقعت في هذا اليوم فكان يوم عاشراء هو اليوم الذي نج فيه موسى من فرعون أمر ثابت بالسنة الصحيحة ويقال أنه حدثت فيه أحداث كثيرة في هذا اليوم ومن ذلك ما روي بإسناد عن أبي هريرة مرفوعا إن الله عز وجل افترض على بني إسرائيل صوم يوم السنة صوم يوم في السنة يوم عاشراء فصوموه فإنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم وهو اليوم الذي رفع فيه إدريس الله فيه إدريس مكانا عليا وهو اليوم الذي نج فيه إبراهيم من النار وهو اليوم الذي أخرج فيه نوحا من السفينة وهو اليوم الذي أنزل الله فيه الطورات على موسى وفيه فضى الله إسماعيل من الذبح وهو اليوم الذي أخرج الله يوسف من السجن وهو اليوم الذي رد الله على يعقوب بصره وهو اليوم الذي كشف الله فيه عن أيوب البلاء وهو اليوم الذي أخرج الله فيه يونس من بطن الحوت وهو اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل وهو اليوم الذي غفر الله لمحمد ذنبه ما تقدم وما تأخر وفي هذا اليوم عبر موسى البحر وفي هذا اليوم أنزل الله تعالى التوبة على قوم يونس هذا والله تعالى أعلى وأعلم وهذا حديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات والله تعالى أعلى وأعلم وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع جزاكم الله عنا خير الجزاء وأسعدكم ربي سعادة الضارين الدنيا والآخرة يا رب ولا تنسونا بصالح دعواتكم وجزاكم الله خير